قبل ان نزينها تجي مقرن من المشا واكثر من رائع سوف نزوء لتزين ان شاء الله السلام عليكم اخواتي اخواني كنتمنكم تكونوا كلكم باخير و الاخير ديما كان نحيرو فلاشية شخصنا نديرو اليوم عدنا واحد اقتراح سوف نديرو فيه مسمن سوف نديرو فيه الحلو ومسمن مالح بدون رحوم ولا دواجين ولا اسماك سوف نديرو سوف نديرو ان شاء الله في المقادر لا تنسوني شمل اللي لايك ديالكم سوف نديرو سبعة ديال كؤوس ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات وعدنا 300 جرام ديال دقيق الفينو القمح الصلب وعندنا جوج كيسين وثلاثة المعالق هي 300 جرام يعني في المجموع الطحين عدنا كيلو دقيق الفينو دقيق القمح الصلب وعدنا الفورس وحدة الخمارة من وزن 8 جرام وعدنا شوية الملحة من طبيعة الحل الملحة ضرورية تكون في العجينة وعدنا سوف نديرو وعدنا الملحة كبيرة ديال العسل يمكن لكم تعودها من الملحة كبيرة ويمكن لكم لما بغيتوش تديروها ما تديروها هي كتا طلونه سوف نبدأ بسم الله في العجينة ديالنا سوف نديرو الكاس الول والكاس الثاني سوف نبدأ في العجينة ديالنا ونزيدو الكاس الثالث العجينة خاصة ما تكونش خفيفة سوف نجمع العجينة ديالنا ونضيفو الماء بالتدريج تقريبا في المجموعة سوف نضيفو ثلاثة كيسان والكاس الاخر تقريبا كاس الاروب ديال الماء الماء يمكن لكم تديروه دافية يمكن لكم تديروه عادي سوف يتنجمع العجينة ديالنا على هاتششكل يمكن تشوفو بلا ما عند القوة ما وعلو لعندكم الوقت بلا مد القوة كان ما عندكمش الوقت نضيفوها داروري خمسة دقيق بالنسبة لعجينة دياليوم سوف نضيفها في البلاستيك ونخرج عندي قضية سوف نخليها وقت ما جيت لها ونخدمها احضرتها من نصف ساعة تجدها تنهار كله لا يوجد مشكلة لتجدها ليلة كاملة تجدها ليلة كاملة تجدها رأسها سوف نقسم العجين على قويرات سيكون ماشي صغار وماشي طبار تقريبا 50 كرام سوف نغطيها ونجعلها بينما طيب الحشوة بالنسبة للحشوة في التوابيل، معلقة صغيرة حمرا الخرقوم، الكامون، جيمة وثورة سودانيا بالنسبة للمقلة، يوجد البصلات كبار ماشلدين، نصف حمرا، وحفينة نضيف الزيت هو مقطع بحالة تشكل. وكنديرو دروس ديتم وكنديرو المليحة. والزيت من طبيعة الحال تقريبا وخت ديرو تكاس كامل. ارى مش مشكل من غطيب غدين نصفيوها. ودك زيت ديالها وباش غدين ديرو المسمن. كان بقاو على هاد البصيلة تكتشحر لينا مزيان. صافي وكنديرو دك التوابي اللي في الاول. تاو ما كنخليهم يتشحروا مزيان. تاكه توقف. صافي كان نضيف تقريبا وحتلتت المعالق ديال القصبر ومادنوس. هاد الحشواء راها خفيفة وكتجي الديدة وكتجي في النبزة. يمكن لكم اللي بغيتوا تديروا شوية ديال الكفتة ديال اللادان او للكفتة ديال البقار او اللي بغيتوا ولكن هادية بحدة تركت جبنين هانتو ما خليتها تتقطر. ومن بعد غادي نديرها في التفصيل. ومن الاحسن غادي تقسمه ده. بنا قسمتها على استكماشتوا ولكن كل واحدة نقسمها على ثلاثة. نشد المسمنة ديالي او لا العجينة ديالي نصرحها مزيان. بشوية ديال الزيت. ومن بعد كننضيب لهذا الزيت اللي اللون ديالي احمر. هو اللي شاطلية من هاديك الخضر. كي ما كتشوفو. وغادي ندير هاد الحوشو كي ما كتلاحطو غادي نشتتها في المسمنة كاملة. باش غادي جي كاملة. نعود ندير شوية الفوق. باش كي يجيوني كل عجينة خدس حق ديالة. صافي كنحطها جانب. كنزيد وحدة اخرى. كنبقى مستمر على نفس كي الكيفية. كنكمل ثلاثة ديال المسمنة. كندير مسمنا في قلب مسمنا. عانتو ما غادي تشوفو. والجيهة اللي جمعت فيها المسمنا في الاول دائما كنديرها في التحت. كناخدو شوية ديال الحوشو كي ما كنسرحها مزيان بحلقة. كناخد القياس باش ما دائما نقسمو. كندير الجيهة اللي كالطوى. دب بحل هاد الجيهة اللي كان طوي بحلقة. يلي غادي نديرها التحت. عانتو ما غادي نطويها بحلقة. هادي يلي غا تكون مني غادي ندير هاني قلبتها. ومني غادي ندير المسمنا الثالثة. غادي تكون هي لالتحت. دايما كنخالف. سوف يكن بقى مستمر على نفس كذية كنكمل المسمنات اللي عندي غادي يخرجو لي تقريبا ستة ديال المسمنات. كل المسمنا فيها تلاتة ديال ديال الكويرات. ومن طبيعة الحال نغطيوهم. غادي نشعل داب الفران على درجة الحرارة. آآ يعني ديك ميتين درجة. تكي يسخل اليم زيان. من طبيعة الحال قرصوهم شي شوية. تكي تلقو مع راساتهم وقرصوهم. قلبو وقرصو باش ما كاتت تحش لكم المسمنا ويخرجوا للحشو. صافي. والفران كي ما قلت لكم سخون مزيان. غادي ندخلها. تقريبا واحد خمسة. تقايق في الفرن سخون على ميتين درجة. تقا تنفخ. وغادي نشعل الفوق. نشعل الفوق. وغادي ننزل حرارة المئة وثمانين باش غا تجيني يعني مقرمشة. اللي بغيتوها مقرملة. غادي ندوزو الحشوة الحلوة. عندي شوية ديال لوز بالقشرة دياله. مطحون مزيان. غادي نضيف عليه شوية ديال هاد الزهر. واحد تقريبا واحد المعلقة ديال ديال السانيدة كبيرة. الاحساب اشنو وشكة تبغيو الحلاوة ولا الله. ويمكن لكم هاد المسمنات تديروهم خاوين. انا هاد اللوز كان عندي كان شايطلي منو حد الحلوة. ذاك الشي لاش غادي نخدم به. يمكن لكم انا بعض المرات كنديرهم خاوين. يعني كيجيو خاوين. غادي نشد العجينة ديالي كيمة تشوفو. وغادي ندهنها هاد المسمن كندير فيه شوية زبدة. كندير شوية زبدة. وكان اخد شوية ديال داك اللوز اللي مطحون بالقشرة دياله ديرا فيه شوية ديال الزهر. وشوية ديال السانيدة ما مكتراش حتى ما زال غادي ندير سكر غلاسي من الفوق. تا هو كان طويه بمسمنة عادية لاربعة. وكان فرق بدك اللوز كي ما شفتو. غادي نزيد التانية. غادي نوريكم كنديرو تلاتة تلاتة الكويرات في قلب مسمنة يعني تلاتة للكويرات اللي كتي يكونوا كل مسمنة فيها ثلاثة. عملية سهلة وكاتجي زوينة بزاف. يمكن لكم تعجنو العجينة في الليل وتخليوها تديرها في تلاج وتخليوها الصباح يمكن لكم تعجنوها وترتاح وتكوروها وتغطيوها وتديروها في تلاجة كاتجي زوينة بلا مجمد. من كاتجبدو كاتبدا وتورقو كاتخدمو. صافي كان فرق بدك اللوز كي يجي معلك وكي يجي ماشيها رائع اكتر من رائع. وبالنسبة لابغيتو المسمن يجيكم قرمش في الفران تصخنو الفران مزيان خليو المسمن تكت دخل وكتنفخ مزيان مزيان انا را صورتها ومعرش فيندرتها. واحد المقطع بان المسمن من فوق مزيان. ومن بعد غادي تنقصو الحرارة وخليو باش يتقرمل يجي مقرمش يجي كي يخرج بحل اللي يسمعتو في الاول. صافي مني كنا ندير تلاتة. كنغطيع ليهم وكنخليهم بتاقي يتلقو. وكنقرسهم من طبيعة الحالة عماء نفس الشيء غادي نطيبهم على درجة الحرارة. في اللول الميتين. اوف تالي. هاد المقيطة ما عرفتوش من نينجا. داباوش نخليه ولا المهم نشوف للقيت اه المهم مضرة هادا بوحده. آآ سمحوا لي على هاد المقيطة. دابا ما مكنش لي نعود الفيديو من اللوة اللاخر. صافي غادي نديهم الفران. على درجة الحرارة آآ كي ما قلت لهم في الاول تيكون ميتين. كنخليهم حد خمسة دقائق تكيت نفخو. وكننقص الحرارة المياه وتمانين. ونخليهم بتاقي يتقرملو. ومن بعد غادي دابا نزيينهم وغادي ندير فيهم شوية ديال سكار غلاسي. وشوية ديال القرفة. بحل اللي كتشوف. كي يجيو مشارعين كي يجيو زويني زويني بزاف. ويمكن لكم تديرو ما البنات خاوين تيجو تانية خاوين بلا لوز لما عندكمش اللوز بلا ما تديرو. انا كان شاي طليا منشي حلوة كشي علش درتو تمامايا. ولكن كي يجي ما نقولش لكم معلك شي حاجة زوينة بزاف. وكنت سنى البنات تطبيقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام وكنت شكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى للايك ديالكم وعلى تطبيقاتكم مشي غزوينة رائعة رائعة.